درب بها أبلغ المفل في وفاء الزوجة وإخلاص المحبة وصدق الإيمان السلام عليكم زينب بنت محمد بن عبد الله طلبتها خالتها هالة بنت خويلد لابنها أبي العاص بن الربيع وكانت الموافقة وكان الرضا من الجميع وزفت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص بن الربيع وأهدتها أمها قلادتها لتجعلها في عنق زينب هدية عروس كان ذلك قبل أن ينزل الوحي على أبيها صلى الله عليه وسلم ولما أشرقت الأرض بنور ربها آمنت زينب في من آمن ولكن أبا العاص لم يكن من السهل عليه أن يخلع دينه وأحس كلا الزوجين أن قوة أقوى من حبهما تحاول أن تفرق بينهما أما هي فقالت قليلا يا صاحبي لست حلا لك وأنت على ذلك الدين لن تكون زينب لك بعد اليوم إلا أن تؤمن بما آمنت وتمر الأيام على هذا الوضع بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تسير قريش إلى بدر لحرب الرسول يسير فيهم أبو العاص بن الربيع ويتأزم الموقف حتى يقع أبو العاص أسيرا في يد المسلمين عند رسول الله بالمدينة وتبعث قريش في فداء أسراها وتبعث زينب مالا وقلادة لتفتدي أسيرها أبو العاص بن الربيع ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة فيرق لها رقة شديدة ويقول إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها الذي لها ففعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه ورد عليها الذي لها وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وعدا من أبو العاص بأن يخلي سبيل زينب ويعيدها إليه بالمدينة وعاد أبو العاص إلى مكة وفي نفسه صورة أكثر إشراقا لهذه الزوجة البر الكريمة ولكنه عاد ليشكر لها ما منت به عليه ويقول لها عودي إلى أبيك يا زينب ثم مضى يقول لأخيه كنان بن الربيع يا أخي إنك لتعلم موضعها من نفسي وإنك لتعلم أن لا طاقة لي بأن أفارقها فاستحبها عني إلى طرف البادية حيث ينتظر رسول محمد وافترق الزوجان فلا سبيل إلى لقاء وأقام أبو العاص بمكة شريدا مبلبل الفكري جريح القلب وأقامت زينب بالمدينة معتلة البدم واهنة القلب ومضت سنوات وسنوات ويخرج أبو العاص في تجار له إلى الشام وفي طريق العودة تلقاه سريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ما معه من أموال ولكنه يفلت من أيديهم لقد فقد ماله ومال الناس ولا سبيل إلا أن يرد الأمانات إلى أهلها فماذا يفعل ثم تذكر زينب التي بادلته الحب والوفاء فدخل إلى المدينة ليلا وطلب منها أن تجيره وتعينه على رد ماله فأجارته وعندما أصبح الناس يسعون إلى المسجد وكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر المسلمون معه وإذا بصوت يهتف من وراء جدار أيها الناس إني قد أجرت العاص بن الربيع فهو في حمايتي وأمني فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فأقبل على الناس فقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعت ثم دخل على ابنته فحدثها وحدثت وأصاها قائلا أي بني أكرمي مثواه وإنك لا تحلين له ما دام مشركا ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال إن هذا الرجل منا حيث علمتم وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا إليه وتردوا عليه ماله فإنا نحب ذلك وإن أبيتم فأنتم أحق به قالوا بل نرده عليه وقال نفر منهم يا أبا العاص هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين فقال الرجل بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي وردوا إليه ماله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكبارا لزينب ثم عاد الرجل إلى مكة بماله ومال الناس ونفسه تفيض بمعان شتى وبين عينيه صورة لا تفارقه فلما أدى لكل ذي مال ماله وقف ثم قال يا معشر قريش هل بقى لأحد منكم عندي مال؟ قالوا لا فجزاك الله خيرا وقد وجدناك وفيا كريما قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفي أن يظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت وخرج أبو العاصي من مكة إلى المدينة مهاجرا يهديه نور الإيمان واليقين وتلاقت زوجان متحابان مرة ثانية بعد فراق طويل من دونه السنوات فما مضى زمان بعد هذا اللقاء حتى كانت قد استوفت أنفاسها على الأرض وتوفت زينب سنة ثماني للهجرة حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما فارقت زينب الدنيا وضربت المفل أبلغ المفل في وفاء الزوجة وإخلاص المحبة وصدق الإيمان أشوفكم الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر